أهلاً من برج السرطان القراءة دائمين رح تكون البرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقوى للعكس يعني للأبراج اللي عم بتتابع لبرج السرطان ممكن تشوف إنه بعض الإشياء اللي بيحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً خذ من الفيديو دائماً الإشياء اللي ممكن تستفيد إمتى منها وترك الباقي ممكن يكون فيه الفيديو رسالة أو إشي معين ممكن إمتى تستفيد منه فاخذ هاد وترك الإشياء الأخرى رح نبلش بطاقتك أول هذا رح نشوف طاقة الشريك خطواتكم في المستقبل صبور أكتر مع الموقف أو بدك تكون صبور أكتر مع الشخص اللي أنت عم تتعامل معه أيضاً برج السرطان أنت بتخبي مشاعرك اللي بتحسه كتير كان ذكرت النسيحة بتحكي لك أنه خليك أوثنتيك خليك مثل ما أنت حاول أنه تظهر مشاعرك الحقيقية لها الشخص لأنه ممكن الشخص اللي عن تتعامل ما هو يكون مش سريع لنقط الإشارات منك أو بفهم التنميحات اللي بتعطيله في عندك بدك تحاول تكون منصف أكتر مع الوضع لأنه في عندك رقم ستة عادة بيكون بيحكي على التوازن بالتاروت بالنسبة لك كنت نصيحة بتحكي لك أنه الأفضل أنه تخلي الوضع في شوي توازن حاول تفهم منظور الشخص الآخر للعلاقة وفكرة الشخص الآخر للعلاقة ومش كتير بس تركز على أنت شو بتحس ومشاعرك أنت وبشو أنت إن جرحت بدون ما يكون في عندك مفهوم إلى نظرة الشخص الآخر يعني حاول تحط حالك فيه المطرح الشخص الآخر طيب عن شوفك أيدا رافض فكرة الحب حاليا ومش عن تسح لشخص في عنده ورود حب أو بده يقدم لك ورود حب مش عن تسمح له الشخص بالاقتراب بالسبب أنه أنت أنت تبحث على إشي جدي ما عم شوفك عم تبحث على إشي عابر لأنه أنت بتطمح إلى الـ الـ الى رابطة تكون قوية نشوفك كثير مركز على الوضع العاطفي ولكن نحبط من الوضع العاطفي اللي أنت فيه لأنه فيه في قبس تحكي عن ريجيكشن أو رفض لإشي عين فممكن تحس أنه أنت مرفوض لماحية العاطفية أو تحس الطرف اللي أنت عن تتعامل معه مش عم يفهمك تماماً من الناحية العاطفية ممكن أن تكون عم تتعامل مع برج هوائي برج ماي أو برج الميزان برج الجوزاء أيضاً عندك غير هيك ممكن يكون أي برج تاني ولكن الطاقة الطاقة الحبيب أو طاقة الشيك شوية متهورة الشخص اللي أنت هم تتعامل أما هو شخص متسرع شخص أيضاً إذا كان برج مهاري شخص اللي أنت تعامل معه يشوفه متسرع كتير بالحكي ما بيفكر قبل ما بيحكي وإذا كان نعم تتعامل مع برج هائي الشخص شخص غير قادر أيضاً على أنه يحقق التوازن بغض تنظر عن الفكرة اللي بيأطيها لإلك أو أو أنت كيف بتشوفها الشخص من بره إلا أنه شخص أنت بتحس أنه مش متقلب الموزاج ولكن مختلف الآراء يعني يوم ممكن يكون بيقدم لك عروض حب وإشي مثل هيك ويوم آخر ممكن يكون منطوي على حاله أكتر فأنت عم تشوف أنه العدالة العاطفية مش عم تحقق مع هالشخص ممكن يكون هو عم يحاول أنه أنه هالشخص ممكن يكون عم يحاول أنه يكون متوازن ولكن أنت على الصعيد العاطفي عم تحس أنه أنت اللي عم تغطي أكتر من هالشخص أو أنت عندك مشاعر تغطيها أكتر من هالشخص بالنسبة لخطوتك في المستقبل عم شكرك عم تحاول في عندك كتير ستات وفي عندك درست سكاو في عندك كتير كروت بترمز إلى أنه أنت عم تبحث عن التوازن أو أنت أو الطرف الآخر محدود بمطرح أنه في عندك لازم تختار بين الشيئين وعنشوف أنت وطاقتكم أنه يشترك حالين الأمور بينكم أو متوقفة أو ما في حكي ما في حركة بالعلاقة ما في أو طاقة عم تتحرك أنت خطوتك في المستقبل عم شوفك بدك بداية جديدة ممكن تكون مع هذا الشخص ممكن تكون بداية فقط جديدة مع شخص آخر أو حتى سنل أو حتى ما بدك تفوت بعلاقة إلى البعض منكم لأنه أنت أنت عم تبحث عن عم تبحث عن عم تبحث عن الشفاء عم تبحث أنك تباوي حالك وتشافي حالك من الموقف اللي أنت فيه عم تبحث أيضا عن علاقة يكون فيها التوازن بالأخذ والعطاء ولكن هنشوفك بالمستقبل طاقتك كثير مختلفة عن بداية القراءة عن طاقتك الحالية حاليا أنت ممكن تكون بوضع شوية محبط عاطفيا ولكن في المستقبل في عندك أو عندك طفاؤل أكتر أو نظرتك حتكون إيجابية أكتر فحتى ممكن تغير بمرحلة مثل التنوير بحياتك وبالفترة القادمة رح تغير بمرحلة من التنوير نشوفك أيضا تحاول تأخذ الأمور ببساطة بالمستقبل رح تحاول تكون دبلوماسي أكتر أو تتفهم وضع الطرف الآخر أكتر أنا عم شوفك يعني عم تتركها تيجي مثل ما تيجي بالنسبة لخطوات حبيبك بالمستقبل حبيبك في عنده شغل كتير أو شخص اللي عنده تتعامله في عنده شغل كتير سولورك أو شغل روحاني على حاله يعني هالشخص متناقض جدا بنفسه بنجوع متناقض عم يمر بكونفلكت أو عم يمر بصراع داخلي ومشان هيك بيعكس على العلاقة بتصرفاتهاك لأنه يعني حاول يجمع أكبر قدر من المعلمات اللي ممكن تساعده في اختيار قرار يكون عادل هالشخص ما بيحب الوضع اللي هو فيه حاليا هو يعني مش مش نيته إنه يكون متقلب المزاج ولكن هو من جوه بيحتاج إلى شغل بيحتاج إلى الجلسة معذات ممكن من نحكي لحتى يفهم هو وضع شو هو شو بيريد ولحتى يعرف يحل الصراع الداخلي اللي هو عم يمر فيه مشان ما يعكس هالشي على العلاقة ولكن عم شوفكم انتو بالمستقبل يعني عم شوف انت الشخص اللي مشارك أكبر بالعلاقة من هو هو شخص ممكن يكون بالغالبية بوجوه هوائي لأنه شخص بيحب يحلل الأمور بطريقة منطقية ممكن تكون منطقية زيادة عن اللزوم أو أكتر مما برج السرطان بيحب ممكن أنت بدك مما رد تفعل من الناحية العاطفية عم شوف أغلب كنتك عاطفية وأغلب كنتو منتل أو عقلية فهالشخص عادة بيقترب للأمور بطريقة تحليلية وكأنه يعني عم يحل مسألة أو عم يحاول يفهم مشكلة أو شي معين بعكسك انت انت قراراتك اللي بتأخدها وبتكون أبنية على العواطف على انت شو بتحس من جوا ممكن يكون الوضع بالنسبة لإلك مش كتير منطقي مثل ما هو هالشخص بيحل الأمور أو بيفكر بيها الطريقة نشوف أيضاً طاقتكم المشتركة فيه رح يكون فيه هدوء بينكم مش رح يكون فيه حاكي كتير فيه الطاقة بينكم مستانونت ولكن نشوف أنه هو اللي أكتر بيحاول يتقص أخبارك أو يعرف العلومات عنك أكتر منك إذا نشوفك انت مركز على روحانياتك أكتر على حالك أكتر على شغلك أكتر يعني على تطوير ذاتك أكتر مما هالشخص مركز على إنه يفهمك أكتر أو يفهم شو الغلط اللي صار بالعلاقة أو ليش صار هيك بما نسحب قوت توضيحية نشوف هالشخص شو هو الإش اللي هو بصراع بأمره ممكن يكون شخصين ممكن يكون علاقتك إنت معه وطبيعة شغله أو إش مثل هك بس بدنا نوضح شو هو الشي اللي هو من جو داخلهم عم يمر بصراع من أجنوه طيب فهالشخص حاليا بفترة أود ويدخل بفترة هدنة أو عم يبحث على نوع من الخلق أو الغزل حتى يفهم وضعه أكتر ولكن الشخص الشخص هيدا متناقض بجوه حالا أو الشي اللي هو يعني مندائقه أو مش عارف يوجد له الحل هو إنه عم بعتقد هالشخص ما بيعرف يتصرف مع مشاعره أو عم يحاول يحلل مشاعره أو يوجد تفسير منطقي من المشاعر اللي هو بيحس فيها فبالغالبية البرج اللي أنت عم تتعهل معه برج هوائي لأنه يعني المشاعر عادة ما بتتحلل ما بتنفهم هي تنحس فقط ولكن هالشخص عم يحاول إنه يفسرها إنه ليش أنا عم أحس هيك ليش عم أحس إنه هالشخص هو شريك حياتي هالشخص هو سورميت ليش أنا بدي أقدم لهالشخص عرض حب ولكن يعني مسبب له صراع داخلي أكتر منه هو خارجي هالشخص عنده صعوبة جدا بالتعبير عن شو هو بيحس بالذات إذا كانت يعني إشي بتخص المشاعر هو بيحب يظهر بصورة شخص كتير متوازن شخص كتير مش إكسترين أو ما بيميل لأي كف أو لأي جهة ولكن من جوه مشاعره فياضة ولكن صعب عليه إنه يعبرها أو يحكي فيها طيب بنا نشوف بالمستقبل هل رح يصير في بينكم تواصل لأنه من بين الوضع والغالبية منكم فيه سكون فيه هدوء ما نشوف فيه مشاحنات أو فيه مشاكل صارت بينكم ولكن فيه انقطاع بالتواصل قبل ما نشوف هل رح يصير في تواصل بينكم إنتوا اللي كمان بالمستقبل رح توصلوا إلى فيه عندكم شغل رح يصير بالمستقبل شغل بالعلاقة أو بالاستمرارية العلاقة بإرتباط بالعلاقة نشوف أيضا فيه طرف منكم إذا كان فيه بينكم صراع على السلطة بالسابق فيه طرف منكم هو اللي رح ياخد زمين الأمور بالعلاقة ما بعرف مين رح يكون الطرف ولكن فيه طرف رح ياخد هو زمين الأمور بالعلاقة وعم شوف فيه مجهود رح ينحط كتير عالي برغم إنه هالكارت بيرمز أحينا عن مجهود ينحط ولكن ما بيعود بالنتيجة اللي انت بتذكيها ولكن المجهود اللي رح ينحط يعني الوضع هو اللي بيستقبل بيحكي إنه بيتطلب منكم صبر كتير عالي إذا إذا إنتوا الاثنين أن تطنحوا إلى تحقيق أسعة أو إلى تحقيق أساسات صالحة بحق العلاقة أو إشي مستدلين إلى المستقبل سواء كان علاقة جدية سواء كان خطوبة سواء كان زواج ولكن أمشوف إنه بالمستقبل المدرة بينكم متمركزة أكتر على الصورة الأكبر بالعلاقة مش على التفاصيل الصغيرة اللي عم بتصير ولكن هي على الصورة الأكبر بالمستقبل فيه شغل كتير بينكم لازم يصير أمشوف إنه فيه مجهود عالي بده يصير من الطرفين وإنه هالطاقة الطاقة مشتركة بينكم من الطرفين في مجهود عالي لازم يصير ولكن مثل أي علاقة يعني إنك تبدأ علاقة شيء إنك تخلي العلاقة دون شيء آخر فأي علاقة إنت بتتمح إلى أن تخليها إلى المدى الوغيد أو إلى إنك تكون مستقبل مع هالشخص لازم يكون فيها مجهود ما بتكون عادة سمود أو الطريق ما بيكون عادة سهل ولكن كما الطرفين هون مستعد لإنه يحط مجهود في العلاقة طيب طيب بتوقع هدا كل شيء نقشنا ما في أي شيء مش واضح إنه لأنه حكينا هل رح يكون فيه تواصل بينك وبانه هالشخص مش واضحون إنه فيه كوميليكيشن أو تواصل حرفيا بينكم ولكن نشوف إنه سواء حكيته مع بعض أو ما حكيته مع بعض نشوف إنه إنت عم تشتغل على حالك وهو أيضاً عم يشتغل على حاله بطريقة مختلفة لأنه أنت عم تحاول تصلح من حالك يعني إشيا وهو عم يحاول يصلح من حاله إشيا أنت عم تحاول تتشافه وتطور حالك وهو عم يحاول إنه يفهم مشاعره أكتر أو يفهم أو يستوعب إنه عادي يبين أو يظهر مشاعره إنه شخص كتون جداً الشخص اللي عم تتعامل معه فعنشوف إنه سواء حكيته مع بعض أو ما حكيته مع بعض إنه جهود موجودهم وإنه فيه عندكم مفهول للصورة الأكبر اللي بدكم تحطوها مع بعض بس هو حتى إذا ما صار فيه تواصل فيه عندكم إيتوفوانز هالكاتب يحكي على تواصل سريع فهالشخص ممكن الشي اللي متناقض بأنه أيضاً هو إنه بده يحكي معك ولكن الأمور مش كتير تسمح إنه يحكي معك وهو متناقض وبده يعترف لك حتى بإنه يحبك أو فيه مشاعر اتجاهك ولكن صعب على إنه يعبر فبتوقع هالشخص بيحتاج إلى إنه يوجد نوع من الشجاعة جوته واللي هي نبين إنه رح توجد لإنه طاقة كتير دامناً طاقة كتير مهينة فعم شوف إنه هو في عنده زي يعني ستاند أو وقفة معينة أو موقف معين رح يأخذ مني الوضع بإنه هو اللي يتقدم ويحكي معك بالذات لو لو إنتي إماءات برج السرطان وهو رجل يعني أوكي حباي برج السرطان أنا بتماني القراءتكم فعديتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكومنت شار وسبسكوب وإن شاء الله رح شوفكم في فيديو